موسيقى صحيح انه الصلطة واجبة خفيفة انما ببعض الاحيان افضل انه نطلب صندوش روستو مع صحن فتوش مثلا بدل من صلطة السيزر الغنية بالدهون من المايوناز والجبنة والكخطون البقلية بدنا مصلحتك موسيقى رح خليكن بها الفترة الاخيرة من عالم الصباح لليوم تترافق وانتو وشيف شادي كتير من الامور والتحضيرات مع ورشة ملاح موسيقى محبا اي من الجديد صباح الخير واهلا وسهلا فيكم للفقرة المفصلة اليوم مع شيف شادي معنا نص ساعة مثل العادي اول ربع ساعة انتبهوا معي مزبوط 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 ونكتب كل شي قدامنا لانه في كتير من المعلومات وكتير من الوصفات انا ضعت بيني وبينكم طيب رح امشي على مالي تأجرع تذكر انا كمان الوصفات وتتذكروا معي وتكتبوا كمان على مالكم قبل ما ارجع اشرح شاعملنا الصبح باول اربعة دقايق كانوا او خمسة دقايق وبعدين بالخمسة عشر دقايق اللي كانوا بعدهم خلونا هلا نحط بالفرن هالجاج عالطريقة تسكانية هلا بيقول طريقة تسكانية شاعملت حطيت تتوم مع شوية روزميري هني بيعملوها هيكي وسميناها بهالطريقة فينا نقول عالطريقة الجبلية شو عملنا جبنا من او جبنا من سفين لجاج او جاج مسحب او راك مسحبة جواني احواو شو طايبين والسفين بعض قطيب وقطيب جينا دقاينا شوي صغيلي من التوم مع شوي صغيلي من التوم الملح وضفنالن من الروزميري اكليل الجبل واو بيعقد بجني ممكن يكون اخضر اوكي دايما كل السنة في عنا الروزميري الاخضر وفينا كمان نشتري الروزميري كمان الجيف يعني اليابس ونفرمو شوي صغيري بيدنا اكيد بالسكين يعني ونضيفن كمان عها النقعة الحلوة من عصير الحامود زيت الزيتون التوم الملح وكمان الروزميري حطينا كمان هالجيش صار لونه اكيد ابيض طلعوا كيف صاروا ليش لانه العصير الحامود الموجود بلش يغير لي لون اللحمة وبلش كمان يطعم لي اللحمة ويستوي لي كمان هاللحمة او قصدي للجيش طيب بعد ساعة ونص ساعتين منروح او منقليون نقليون يعني منغطهم بشوية طحين او ضغري مع شوية زيت او شوية زبدة ومنقليون من كمان من من جهتين يعني اوكي او من جهة واحدة وبعدين نحط عليها السوس ازا كمان بيدا قدمه مع السوس او فينا نشوي على الفحم او على الجريل او فينا كمان نعمل متل الشافشة ادي يلا على الفرن حبيت حطيناهم بالفرن بس بالفرن كمان عنا شغلة كتير طيبة راح نشيلها بعد شوية هادي شايفينها قدامها شايفينها هلا شايفتوها اوكي اللي هني ملترينيتة او البافيتة حكينا عنهم للي هني ها سباكتة لمبلطحة فيها تكون سباكتة يا شافشادي وخلصتنا من هايدا الموضوع بس يعني ادميع كتير من الباستا موجودة بالسوق حلو كمان نتعرف عليها هادي كتير طيبة بيقولوا او انا بقول او كلنا منقول او يقال يعني في طيبة مع البيستو ترينيتة مع البيستو بافيتة مع البيستو بتعقد بتجاني مع شوية كرام او شوية هيك قطعة من اللوبيي مع البطاطا المسلوقة مع البيستو مع كمان البافيتة ولا اطيب من هيك لكن حطينا هالترينيتة او البافيتة خلطناهم مع صالصة بتطوش بتعقد هايدي الصالصة هي عبارة عن البصل ذات الزيتون التوم حطينا عليهم صالصة بنادورة طماطم تميتو وبعدين كم حب من البازيلة وكم هيك شرحة بعقده بجننه من الفطر الطازة بيقلبون كم ورقة من الحبق يا شف شادي خلطناهم كلهم مع بعضهم حطيناهم بصانية مع الباستا كنا دهنين نصطنية بشوية زبدة ورشيني عليها شوية صغيرة من الكورنفلاكس مع الخبز المطحون حطيناها الباستا رشينا جبلة برميزون عليها من فوق وشوية صغيرة كمان من الكورنفلاكس اللي شفناه او الخبز المطحون شو عملت انا يعني اللي عملته هو انو جيت خلطتم مع بعضهم تطلعوا قطع هيك ها فيني خشت خشت هتسمعوا خشت خشت هنسمع ما هيك اوكي هاي دي الخشت هاي دي كانت هي من الكورنفلاكس انا كحاكيد حاودي قابل جايبها الكورنفلاكس اعملهم بايدي بقى الطريقة هيك يا معلمتك اطحبشتهم كلهم صبع هيك كسرنيهم وخلطني هون بيعطوهم طعمي هائلة ونحن هوا عمناكل بيضلوا يقرشوا هالرقائق الدرة المحمصين واو معطيبا يلا يا شف شد يلا انتقل كمية لشغلات كمية شو عملنا هون عملنا كذا شغلي طلعوا شو حلوية المائي دي اليوم بس قبل عندي كم صالصة كم شغلي بدي اعملون قبل الانتقال الى الى شرح الاشية اللي عملتها قبل متل البسترمة مع البطاطا متل كمان الكوب كيكس مع الخضرة متل اوملات مع الخضرة متل كمان عملت اليوم كيك هيك سريع كمان ثلاثة من البيض مع كمان كبايتان من الطحين وشوية صغيري من البيكينج باودر وكمان كباية من اللبن اعملنا هالكيك الحلو الشفنية كمان او تشوفو قدام كون راح نحط عليه شوية صغيري من السكر المطحون هيك او السكر البودرة اوكي بطريقة جميلة قبل يا شاف شادي عندنا مقلتان هايد المقل اللي احناعمل فيها هلأ صالصة تنعمل النيوكي يا سلامي يا شاف شادي عن النيوكي طيب شو خاص النيوكي بالصالصة اه اوكي طيب النيوكي موجودين بالاسويق اكيد انا ما كتير بحبهم بحب انا اعمل النيوكي طازة نجي نحنا نحط لكل كيلو من البطاطا المهروسة من بعد اكيد ما نسلقها حوالى 200-250 جرام من اللطحين صفار بيضة واحدة جوز الطيب ملح وفلفل وشوية صغيرة من جبنة البرميزون كمان بقلبة نعجلها العجينة بعدين نقطعها كمان متل نعمل متل السيجارة عملناهم كذا مرة يعني فينا نفوت كمان على اليوتيوب الشاف شادي ونحضرها او صفحات كمان الفيسبوك عالم الصباح ونكتب نيوكي فراش شايف شادي ونروح كمان على الفيديو ونحضرها طيب اليوم شبتم معي اوكي خالصين بس كتير بيدخلن من كمان طحين البطاطا او الموجودين بقلبة طيب منشان هيك منلاقيهم شوية صغيرة هيك شدين على بعضهم اللي بدي اعملوا رح اسلقهم بعد شوية صغيرة انا بالماي رح كمان هلأ علي النار على المي مشان تغلي ورح نعمل لهم صالصة هالصرصة رح نعملها صرصة كتير متحبوها بتعقد هي الالفريدو اللي هي هالشامبينيون فراش مع هالكريم فراش حلو الموضوع يا فنعملها رح اخد هلا كم حبي من الشامبينيون يه وعد بالبرميزون معلشي طالعوا هون هيك هادي كم حبي من الشامبينيون الحلوين المغسلين خطن هون رح اجي انا عشوية صغيرة من زيت رح عاملكون ياه متل ما بتنعمل مية وخمسين الف بالمية هون هيك رح اجي اخد نطفي صغيرة ها من الزبدي رح حطها بهالطريقة رح اجي انا لهون طلعوا كيف هالشامبينيون الفراش لمقطعين بهالطريقة رح اجي هالا نضيفهم بس انا حس الزبدي انه قبل ما تبلش بتاخد هاللون البرونز تبعولة بجي انا ها طلشتها يلا حطينا عليها هالفطر او هالشامبينيون الفراش وما بحطهم كلهم الكمية اوكي شو بعمل بجي بحط انا ثلاثة ارباع الكمية والربع التاني بخليه مشان نضيفه بالاخر تيقرش الشامبينيون هاكي او المشرومز تحت السنانة بيضلوا حلوين بعقده بتعرفوا كمان الشامبينيون دو باري او انواع كتير من المشرومز فينا ناكلها هي ونيف واو يا شايف شادي يا كان شو قلت انت ثلاثة ربع تلاثة ربع يعني هون اوكي هاك ومنخلي شوي صغيري هون لبعدين وياه شو حلو يلا مندخل لهم التوم اكيد التوم بيعقد بجنة رح ايجي انا هون على حصم التوم ايجي اهرسوا بها الطريقة يلا يا شايف شادي هون كمان واو وهلا هون كمان حطينا هون لكنصال عنا شوية التوم معزلة الزيتون والزبدي والمشرومز ومنروح على الكريم فرش فينا نستعمل اي نوع من الكريم فرش او كريمة اللباني من دون اي مشكلة ان كانت فيها 36 بالمية من الدهون او 35 بالمية او 27 بالمية لانه كمان الكريمة اللي فيها دهون اكتر هي بتكون مخصصة اكتر للخفق اللي فيها دهون اقل اوكي بتكون مخصصة اكتر للطبخ واكيد انا بنصح نستعمل الانيمال مش الفيجيتال اوكي لانه كتير انواع من الفيجيتال بيحتوى على كتير انواع من او كتير كميات من الزيوت المهدرجة اوكي? سو انتو بعدين اروح على العبوة وبتعرفوا شو تستعملوا. اوكي يا شفشادي يلا واعوا المشرومز الحلوين الكريم فرش عليها من فوق. حبات الموضوع هيك لانه بدي اعمل كمان كمية من اللي نيوكي بتطوش بتعقد هلا بس يغلوا بياخدوا حوالى دقيقتان وخمسين ثانية بياخدوا ثلاثة دقايق حسب نوع الكريمة بصير انا عندي كريمة كيف بعرفة بياخد الملعة الكبير يلا بعد شوية ويلا بس هيك نحسة انه صارت سلسي سوس يعني هون ستوب نسلق الباستا او نسلق النيوكي او الرافيولي او التورتلوني او التورتليني اللي بدكن يا اوكي وبعدين بنحطن بقلبة مع شوية صغيرة من ميت الطبخ طبعيتهم واو شو طيب يلا يا شفشادي هون طريقة حلوة عم يغلوا خلونا نشوف كمان الباستا الموجودة بالفرن واو انا انني اعتقدوا ان الباستا صارت جاهزة يلا يا شفشادي هون واو حبيت كتير الموضوع اللي رح اعملو انا رح اجي بعد شوية حط عليها كمان شرائح هيك من الجبن البيضة او كيف او مكعبات من الشرائح تطلع كمان بتعقد وفينا نقدمها مع البندورة الكرازية او غيرها كمان رح احكاف فيهم بعد شوية بس قبل ما نطلع بريك خلونا نحضر صالصة الكربونارة يلا اتنين صفار بيض انا عندي يعني كل ميت جرام من الباستا تمانين جرام بتعمه شخص واحد الصفار بيضة واحدة لشخص واحد انا عندي حوالة الميتين جرام من الباستا المسلوقة او الني بدي اسلقها متل ما بتكون رح ضيف على اتنين صفار من البيض من الملح الفلفل الابيض نجي منحركه منروح على جبنة كمان البرميجانو ريجانو او البرميزان او الجرانة بادانو كتير عم يستعملوها بحرك حوالة كمان كل صفار بيضة بدو حوالة فينا نقول نصف كوب الا شواف انا نقول كمان ربع كوب ونتفي من جبنة كمان البرميزان ونروح كمان على نصف كوب من الكرام فرش انا هون صار عنا هايك حوالة الكوب بنحرك مزبوط يا شاف هون بتعملنا كمان هلا بدو بكلون سوا بيعملو لنا سوس هايدي السوس هي صالصة كمان او خلطة الكربونارة اوكي ليهي صار جاهزة لوضعها على الباستا من بعد ما نخلطها مع البيكن اوكي او مع الكوسة زكيني كربونارة خضرة كربونارة كربونارة اللي حننعرفها بالبيكن الباستونية طلعوا هون صلت انا جاهز وهلا بقنا اقطع البيكن ونجي منقليهم عشوائي صغيري من الزبدي والزيت الباستا عندي جاهزة سو ما عندي اي مشكلة وهيدي خلطة الكربونارة صار جاهزة عبارة عن صفار بيض ملح وفلفل هل جبنة البرميزون اللي حطيناها هو الكريم فراش وجاهزين لشخصين واحد اثنين للجيش بالفرن مع التوم مع عصير الحامض مع زيت الزيتون مع الملح ومع الروزميري الباستا صارت برا اللي فيه بقلبها صلتة البنادورة مع كمان البازيلة حطينا بقلبها والفطر والبصل والتوم وصلتة كمان البنادورة مثل ما قلنا يناملناها حمرة مع كم ورقة من الحبق صارت كمان جاهزة وطعمناها بشوية صغيرة من التوم مثل ما قلت قبل بشوية اما الكريم يا سلام يا سلام على الكريم يا شاف شادي شاعملت بس يعني زيت الزيتون الشومبينيون مع شوية التوم والكريم فراش شو بعد ما حطينا لا ملح ولا بار هاو دي ملح وبار ومنطلع برايك تتخلقوا علاقة صداقة بين ولادكن اتجنبوا انو تقرنوهم ببعضن لانو بها الطريقة ممكن تتخلقوا لك تقوى روح المنافسة وروح العدائية بينيتون بدنا مصلحتك شاف شادي عميرك ودركت لحتى اليوم مقدار يلحق بالعشر دقايق تقريبا عناش عشر دقايق بعد يعني تقريبا اذا كنت كتير منيح بعثيك عليهم 12 ديئة اذا هنه اخر فقرة اليوم معنا بعالم الصباح مع ورشة ملح شو قصدك بدي عم تاخد 12 ديئة بدك تكون عمت عملنا اشي كتير طريبة اليوم قطل هيدا الشيل هون الاجرام اللي عملته اوكي باقي بشي عملنا كمان هون اول شي خليني بس اطفي اول شي بجعب راحب المشاهدين واهلا وسهلا فيكم من جديد معنا حوالي كمان 12 دقيقة راح ارجع اشرح كتير من الاشياء ونكفي كتير من الاشياء بس قبل بدي اقول للمشاهدين طلعوا لانا حطينا البيكن هون مع شوي صغيرة من الزبدة وشوي صغيرة كان من الزيت الزيتون اوكي عم هيك عم نحمصهم شوي منشين نحط فيهم بدنا نعمل الكربونارة عملناه للخلطة حطينا صفارين من البيض لشخصين وهو دي البيكن لشخصين حطينا حوالي نص كوب وشوي من جبنة كمان البرميجانو ريجانو او البرميزون وجينا حطينا بعدين عليهم حوالي الكوب واحد من الكريم فرش ملح وبهر يا سلام هلا بعد شو سغيري بدنا نحطهم هون من بعد ما نحط الباستا هون اوكي يعني هل برشو حط الباستا وميحط الكريم لحتى بس البيض يعني حتى يستوي هون المي عم تغلي عندي انا حوالي ثلاثة لتر اربعة لتر من كمان من المي حطينا لهم كمان كل لتر ملع صغير من الملح عندي النيوكي انا حوالي كمان اربع ميتة جرام وراح اجي 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 اسلق هلا النيوكي اللي هني معمولين ان البطاطا لانه في انواع من النيوكي معمولين من السميد نيوكي الارومانا في نيوكي الارومانا في نيوكي الارباريجينا معمولين من البيض والطحين مثل البنياء يعني في كتير انواع من النيوكي فازا بدنا نروح على مطعم ونطلب النيوكي اللي انا عم بحكي عنه الهول لهن من البطاطا بدنا نقل له نيوكي دي بطاتاتين يعني نيوكي من البطاطا لانه في كتير انواع منهم اوكي بالمطبخ الايطالي. والكربونارا في كتير منها انواع. الكربونارا اللي ما خلقت اول ما خلقت الكربونارا. كيفة? كنت صغيرة. كانت الالف ثمانية. كانت صغيرة. اه اه شو اسمه? انا صاحبي انا وبيع. اوكي. شو قال لك? قال لك تصرف? قال لك تصرف? قال لك تصرف. اه 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 كانوا عملوها بشبال ايطاليا بانه يجوا ينسفوا او يخلطوا مع السمني هالبيكن. البيكن كانوا كمان او يختلوا جوانشال اللي هو كمان من خد الانيمال اوكي? وبيجوا كان يقطعوا ويقلوا ويحطوا معه الباستا ويحطوا الباستا بقلب صح ان يعملوها متل البركان. وفجوا بالنص ويحطوا فيها صفار البيض. وبيضة. يعني ما كانوا يجوا اه يخلطوها كمان مع الكريم فلاش كانوا يرشوا على وجه جبنة البرمجان وريجان و هلا كمان تعرفي العالم بتقول انه لأ صفار البيض وايكل صفار البيض ني ومدرشوه شكله مش حلو وانا صف كلا سوى. باركي مستاذة انا غير ما يطلعوا على وجه المي. بس يطلعوا على وجه المي. راح انا اجي يسكر عليه انت ترجع تغلي المي بسرعة. بس يطلعوا على وجه المي انا بشينهم بحطهم بالصالصة اللي انا عاملها هون. هي عبارة عن الشومبينيون او الفطر الطازة. هلا كمان بتوضيف البيئة من النورة بخطات تتر بيعوا. مع زيت الزيتون وشوية زبدي والتوم والكريم. هلا بضيف الربع المتبقي حتى كمان اشعر انا عم باكل الباستا انه عم يقبروش هيكي تحت سنيني هالفطر الطيب. معي ولا مش معي لحدة اللا. اما هون عندي واو الجيش بلش يحمر عندي على طريقة التوسكان او على طريقة توسكانة خلطنا هالعصير الحامض مع لطة الزيتون مع الروزميري مع ملح وفلفل مع الجيش جينا نعانيهم وبعدين بعش ساعة دخلنيهم على الفرن. خليهم عظيم. هون شو عملنا? عملنا كوبكيكس وهيدي بقيت من الكوبكيكس. والله من الكوبكيكس انا هون خضراء وهيدي بقيت شوية. بقيت عملت عملت عملت. فشو عملت? اوكي جينا حطينا نحنا من الاربع بيضات مع اربع ملاع اكبار من لطحين جينا حطينا عليهم من ملح وفلفل وقرفة خلطناهم مع الخضرة. انا حطيت بقلبهم السبانغ والطازة الفرش يعني اللي مش مسلوقين والسبانغ المسلوقين كمان الطازة وبصل اخدر بقلبهم والتون بقلبهم وفطر بقلبهم كمان خلطناهم يلا حطيناهم بكمان الكوبكيكس او القالب ويلا لك وين صاروا بقيت شوية صغيرة جينا عملنا منهم كمان الامرات ولا اطيب من هيك. اما هون فينا نقول بطاطة مخلوطة مع البصرمة او اي نوع من اللحمة المقددة مع البصر الاخضر وحطينا كمان عليها كمان شوية صغيرة من الملح والفلفل زيت الزيتون والحامود. او كي. سلات او سلات البطاطة مع البصرمة. كتير طيبة. اما هون جينا خلطنا حوالي كوبين نحنا من الطحين مع تلاب تربعة الكوب من اللبن. ملعة صغيرة من خطيت بقلبهم كمان برش من الحامود اللي عندي. وجينا كمان خطت فيهم شي ربع كوب من الزيت. خفقتهم مصبوط مصبوط وعملنا كمان هيك كيك سريع كنت انا ناوي احشي بس ما اضل عندي وقت فاكلنا هيك. ما تعتلهم. ودي حبيدين كلاك. ما تعتلهم. فينا نشكله هيك. يلا يا شايف شادي يقول هون صاروا عم يطلع على وجه اطنجرة. حابة تكوني شاهدي على هزا الموضوع. يلا. ما نكون شاهدين. راح اجي انا ولع تحت البيكن هلا هون طعش ده باعي عن نواقات. ادي بعي عن نواقات ما باقي. ستب. اوكي هون لكوا البيكن الحلو هلا. شدقايق اووووووووووووو بحر. لكي هون شو حلو. بدي يقول شغلي. سبب. لنيوقي. انا حكيت قبل بشوية صغير يا عنون. قبل بشوية. وقلت ازا بنعملهم بالبات افضل بكتير انا هيك. بنجي كل كيلو من البطاطا بنحط لهم حوالي او ما تكسيمهم ميتان وخمسين جرام من الطحين. صفار او صفارين بيضة. ملح وفلفل وجوز الطيب. بس البطاطا بيكونوا اكيد مسلوئين. مهروسين. بيردين. بنخرطهم مع الطحين. وصفار الباد. ملح وفلفل عليهم وجوز الطيب. ومنحط لهم. في ايش عمد تفرقع? بايك نطلع هونش غرق. خلصنا. اوكي. شو بنعمل بعدين? بنجي بنعمل هالعجينة. الجينة طعمنيها شوي صغيري ازا بدك بنجي بنت كمان البرميجانو ريجانو شوي صغيري عليها. بنجي بنعملون بطريقة حلو طريقة سيجار طويل. ومنقطعهم هالا هالكوريات او خلانا نقول هالا كوريات. كوريات صغار ازا بدك اوكي. هني ما بطلعوا كرة بي حد زيتها بس بطلعوا هيك شوي صغيري مبرومين. ومنستلقهم بالمي المغلية بس كمان. اوكي مثل السيلاندر عم تقول كمان لارين مزبوط سيلاندر. اي مزبوط سيلاندر. اوكي طويل هيك. اوكي بطلعوا كتير حلوين اجمل حتى من هول. وما مندخلهم لطحين البطاطا ولا الفاكير دي بوم دي تار ولا اشي. هيك عادي. هلأ هون يلا يا شام شادي. منروح على الفريدو صار كمان جاهزي عندي هون. ومنبلش كمان جاهزين لنيوكي. كان عندي ها. بدنا نشيرهم. لازم نشير. ومنروح. لقي كمان انا وعم بشتغل لكي شون? بنزل شوي صغيري من الماي. طبعيتون. طريقة كمان جميلة تطلعي كمان كيف. وهون كمان يا شادي. واو. خلص. يعقدو كلو تطلعو على كمان الوجه. بنزلهم منزلهم شوي صغيري من الماي. طبعيتون ليش? لاني بدي يغلوا مع السوس وهني في بقلبو نشوف في بقلبو هل هلنشة طبع البطاطا او عنديك طحين البطاطا. شو بيعملوا? بيشربوا الصالسة كتير فبنزلهم شوي صغيري من الماي. حتى ما دغري تجمد عندي الصعب. ستطلعو شو حالوين هيك. واو. وبجي يا شادي شادي. يا سلام على الجمل. حبيت الموضوع هيك? انا نيكي بحبة. بجمل. طيب. شو بقعد عندي انا يا شاف? شو بقعد عنا يا شاف? اوكي. اه. على سريفة البيكن. عنا البيكن. يعني كل العالم صارت بتعرف البيكن من دور اي مشكلة في انواع كتيرة منه للبيكن. وسعنا بيكن كمان للجيش. صار عندك بيكن يعني شو اسمه بقر. بيكن خنزير. بيكن بيكن البدك. ما بأس. اوكي. هلأ هون على نار واطي. اوكي. ببعض بكتير باول نار. على نار واطي بخلينا هيك يمشوا على مهلن. على الحدى. متل ما بيقول. خلنا نشوف للجيش بالفرن. واو. حبا تشوفيون. خلينا كمان المشاهدين. بنعطيهم فكرة عن شو عم نشتغل. طلع كمان كيف. لهاي ده هون الجيش بلش هلأ ينشوا معي. اول شي حطينا النار من تحت. ولا ولا على النار من فوق. بس طلعي هون شو عم يعمل صوصر. انا عصير حامض. مع زيت الزيتون. مع التوم. ومع كمان اكليل الجبل. ملح وفلفل. حبيت الموضوع? يلا. نجع مردن. انه بتكون تاكلوا? لا. لا. افضان. افضان. يلا. اوكي. يلا على هون. انا زبوت كيف بدنا نعمل الكربونارة. كباينا هون الماي. يلا يا شايف. وبنرجع بسرعة. رجل. بنرجع على النار. البيكن. واللعنة. البيكن. بيخد الباستا. المسلوقة مسبقا. يس. او فيني اسلقها ضغري وحطة من بعد ما تنخبز او عصدي من بعد ما تنسلق. ضغري فوق كمان الصالصة او فوق البيكن احسن. انا بفضل ضغري اسلوق الباستا وحطنا ما اسلقها قبل. بس نحنا كونا متعودين نسلقها قبل. لأنه كمان عيالنا كتار. نعم. فنحنا اليوم كل دقيقة واحد بيفضل بيليك اعودين نسلحنا من البات. ما عندي انا مشكلة طلعة كيف. واحد هون. يا سلامي يا شابشادي هاي. شفت كمان كيف. سفت. هلا فينا نيكلة هيك عارفين انت. اي اي مع شوك زبنة وخلط. ويلا يا شابشادي على الخلطة. نجي نحنا. على الخلطة الكربونارة يا شباب. وبناخد هون. اطلع كيف. وابلش انا. اخلط. لتغري. واو. اول شو نحرك كل شي. منخلي كمان الباستا تصرفت شوية صغيرة. ويلا هلا بس نشوف. شفت هيك كيف مية شوية صغيرة شفتها. هلا تجمد. هلا بعد شوية صغيرة دغري بتجمد. دغري بتجمد. يلي بدها دقيقة. واقال من دقيقة بتكون جاي مضي بطريقة جميلة جدا كما هون. كمان هون. بتجمد بعد شوية. وهون كمان رح تجمد رح ناخد هون. ما القطف. وبعتقد يا شايف شادي هون لازم ممنوع نقدم الكربونارة من دون ما نحط له. يعني شوي صغيرة من الفلفل الابيض على وجه. الحر. او الفلفل الاسود. الحر. المطحون الحر اللي بيعقد. شوفي كيف. هيك عفتي هيدي. اذا هيك بس. يا جاي الخوط. ها 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 ها. ما فيك تقولي لا. واو. تطلع كيف. بلاشت كمان تجمد عندي الصالصة. تطلعوا كيف هون. عملوا معروف تعلموها انه كتير عالم يحبوا الكربونارة. اوكي تطلعوا كيف. مم. شفتوا الصوس كيف عم تصير عندي بعد شوية. شفتوا كمان هون. بعد ندفق الصوس رح تكمش. انا بحط له شي اخضر هيك انت حتى. لكن في عالم بيدخلولها توم. بس هادي بتصير من عندك انت. في عالم بيدخلولها بقدونيس. بتصير من عنده هو. بس هي الكربونارة. حتى مش هاكي الكربونارة. بس هلا بي اواخر. فينا نقول بي اواخر عشرين سنة العالم عم تشتغلها بهاتطريقة. اوكي. بعدين الزيادات بتصير حسب انت زوئي بتحطيها مع كوسة بتعمليها مع بروكوري اللي بعد ديكيه. بس المهمة نشف. طلعي. ايه خلية كرام. واو. واو. انا بعتقاد يا شفش هادي هون. خفت. صار عم الكربونارة جيسي. رح اعملو. رح اخد هون. لايكي كيف. شوي صغيري من الكربونارة. وحطهم بهيدا الصحن هون. رح بيليك ليش. نلعلك. طلع. لا مش لعلي. وليك لعلي. اوكي بيعقد. طلعي كمان هون. الباقي. رح اجي اعملو هون. طلعي شو حلوي هيك. وراح اجي نزلو نصص علي ونطلعي مع اجملها. ما فيك تقولي ها. نتجني. كير حلوي هالكربونارة. طلعو كمان. بتعقد طلعي الكرام كيف. واو يا شفش هدي. حبيت الموضوع? ام اكيد. انا كمان هون فيني اجي. انا قدمه ليك. من كمان الحبق. او رشي من الفلفل كمان الاسود. بطلع كمان بتعقد بالجنب. وراح تاخد كمان ورقة. من الحبق كمان. لهون يا شفش هدي نحطها بها الطريقة هيك. هون شلنا. نرجع على لنيوكي. طلعي لنيوكي هون بلاشت كمان ها. ليك مشوا معنا. بس ادي غليو غليو حوالها الخمسة دقائق. فهون بيطلعوا لنيوكي ولا قطيب من هيك حتى الرافيولي بنشتغل فيهم بنفس الطريقة. يعني ما منروح منقول نحنا لأ بس نحطهم دغري بالصوص بدي يشيره لأ. عطوهم وقتهم بطريقة جميلة. هيدا الصحن كمان هون رح نعمل هيك. الله يا شفش هادي اول شي. يا سلام حلق للجيش. خده. خلينا هون معلوم خرصه. رح اجي انا. واو يا شف. هادي كمان سفيني هون. ام. وهادي كمان سفيني هيك. دقيقتين. رح وهي دي اتنين. وهي دي تلاتة. وراح ارجع حطها على النار شوي صغيرة. واللعنة تحتها. ونطلعها شوي صغيرة اعملوا معروف هون بالنيوكي الفريدو. كيف لازم تكون الصوص. بتك هيدا الصور. صارت جاهزة واو لكن شاط شو حلوة دا كله لعليك. ايه. يلا شاف شادي هلا هون بيقول يلا يا شايف. تفرجي المشاهدين كيف تكون الصوص طيب هذا طعا. كم حبي اللي بدك. تلاتة. طلعي هون شو حلوين طلع الصوص كيف حلوة. طلع النيوكي. اكيد فينا نعمل نحنا الباستاس باكتة التليتالة التليورين اللي بدك اياها. طلعي شو حلوين واو. لك السحن شو حلو. توس كانة بيمتياز. اما النيوكي اللي بيجي اعمل. تحط شوية صغيري هون كبورشنز. واللي لقلي. هنبلي هون. ويلا يا شايف شادي كمان. نروح على شوية صغيري من الجبني كمان عليهم بهالطريقة. طلعي هالبلايات شو حلوين هون. وعندي اخر شي. اجي شير شوي صغيري من هالصالصة. واجي كمان على. كمان سفين الجيج. وعلى سفين الجيج. بتاك تذكرنا هون شو كان فيه? واو. بسرعة. كمان. كوين كرايحة. قربك. يا. الكربورالة بتحقدي شو حلوة شو جميلة. كتير. انت كمان جميلة. بس هون ذكرنا شو كان. صالصة بنادورة مع التوم والبصل والبازيلة والفطر مخلوطين مع الصالصة. اوكي. مع زيت الزيتون وحطينا يقول بقلب الصنية مع الكعك مع الزبدة طلعي شو حلوية. الاملات الكيك. الكيك كتير طيب. شوف ايه? شوف ايه? يلا فيه تايم او. يلا. اه مستيك تير لقلكم لقائي. بكنا معكم بحلقة بعد اجمل من اليوم. انتروني. ايه. بس لقلكشب شادي واكيد بعض الظهر كمان رح يلتقوا فيك وان? اه ايه مزبوط نحنا موجودين بالبيال بالبيال. بالأوريكا. بالأوريكا. كل يوم من الساعة تلاتة للساعة تسعة. نبارح كان بشكر كل كمان المشاهدين اللي كانوا موجودين معنا والحضور. واليوم اكيد رح يكون اكتر واكتر بكرة. وكمان كونه فيه اضراب كمان نهار الخميس على ما اعتقد اضراب مع المين وهاج. فراح نكونوا كمان اكتر واكتر واكتر. شكرا لكم. اشنا معكم المشاهدين موعد بكرة ساعة 10 بتوقيت بيروت ان الله راد مع عالم صباح الساعة. نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اشتركوا في القناة